تفاصيل أكتر ورحب على التليفون بسيطة المستشار محمد الحموصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مساء الخير سيطة المستشار مساء الخير يا فاند أهلا بحضرتك أهلا بيك فاند أهلا بحضرتك فاند واضح أنه في متابعة والمسألة وصلة لغلق كل الأبواب على من يتلاعب بأسعار السلع مع المصريين وده تكليف من سيطة الرئيس لمعالي الوزير دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعرف من حضرتك اللي حصل بالزبط النهاردة إيه فاندم بعد يزنك في الحقيقة فاندم اليوم اجتماع جاء في إطار متابعة تكلفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن ضبط الأسعار وضبط الأسواق أحد التكلفات الهامة لفخامة السيد رئيس الجمهورية هو تشكيل أو تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لدى الدولة هذا المخزون يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث لا قدر الله أي طارق وحدوث نقص في السلع بما يمكن الدولة من زيادة المعروض فيها الأسواق وبالتالي الحفاظ على مستوى الأسعار وتوافر السلع في ذات الوقت وهذا الأمر بطبيعة الحال أحد الأدوات ده الفكر الاستراتيجي للأمن الغذائي للدولة المصرية بالتأكيد يا فانزم هذا الأمر بطبيعة الحال هو أحد الأدوات الأساسية الهامة التي تستخدمها أو تلجأ إليها الدولة لتوفير أو إحداث توازن في الأسواق وتوازن في أسعار السلع بخلاف أيضا المنظومة المتكملة للدولة من الرقابة على الأسواق وتحديد حد أقصى السعر البيع وتحديد السلع الأساسية فهي منظومة متكملة من الرقابة وتوفير الأسعار السلع وزيادة المعروض فيها الأسواق نعم طيب النهاردة كمان كان فيه كلام في غاية الأهمية على توفير العملة الصعبة اللازمة لاستراد السلع وضعها بالأسواق ما بقاش عندنا مشكلة؟ بالتأكيد يا فندم نجاح الدولة خلال الفترة الماضية من خلال اجتزاب الاستثمارات الكبرى والصفقات الكبرى والاستثمارات المباشرة وفرت للدولة سيولة دولارية السيولة الدولارية مكنت الدولة من أولا توحيد سعر السلع والقضاء على السوق الموازية وتوفير السيولة الدولارية التي تمكن من الاستفاء احتياجات الأساسية للمواطن المصري من سلع غزائية أدوية أعلاف توفير مستلزمات إنتاج وبالتالي الدولة استطاعت أنها توفر السيولة الدولارية المطلوبة من الأسواق المصرية والقطاع الخاص وهذا الأمر بطبيعة الحال يعني خلال اجتماع آخر عقده دولة رئيس الوزراء اليوم يعني تبين من خلال مراجعة الأرقام المختلفة أنه الحمد لله عدنا إلى ما قبل أزمة السيولة الدولارية في إيه فان؟ في إيه؟ في الإفراج عن تلع من الجمارك المصرية عدنا إلى من قبل الأزمة وبالتالي تم الإفراج عن مؤخرا أكثر من 8 مليار دولار سلع وبضائع من الجمارك المصرية وعودنا إلى الوضع الطبيعي وإن شاء الله هذا الأمر الدولة مستمرة فيه خلال الفترة المقدلة من أجل كما ذكرنا هذا الأمر يعد أحد الأدوات التي استخدمت دولة لزيادة المعروض من سلع في الأسواق وبالتالي ينعكس هذا الأمر إيجابيا على المواطن وعلى أسعار السلع فكرة غلق الأبواب على من يتلاعب بأسعار السلع الأساسية هتنفذوها إزاي بعد إذنك يا سيت المستشار غلق الأبواب يا فاندي من خلال الأدوات المتعددة التي أشرت إليها كما تعلمين حضرتك أنه للأسف الشديد قلة ولا نقول الأغلبية ولكن قلة من بعض المتلاعبين في أثناء خلال الفترة الماضية أثناء وجود الأزمة السيولة الدولارية استغلوا الظرف الطارق وقاموا البعض قام برفع سعار السلع أو البعض الآخر قام بتخزين السلع الأساسية وبالتالي فكرة توفير مخزون استراتيجي كما ذكرت يمكن الدولة من غلق الأبواب على أي عملية تلاعب من خلال التدخل في الأسواق وزيادة المعروض في الأسواق وهذا الأمر بطبيعة الحال سيقطع الطريق على أي محاولة للتخزين أو فائدة من التخزين من خلال الحفاظ على الأسعار وعدم زيادتها لأنه الغرض من حجب السلع في الأسواق وهذا الأمر بطبيعة الحال مجرم من خلال القرارات الصدرة والقوانين وبالتالي الهدف الأساسي من حجب السلع هو الانتظار أو العمل على زيادة سعرها سوما ترح السلع في الأسواق وبالتالي كون أن الدولة يكون لديها مخزون استراتيجي يمكنها من الدخول إلى الأسواق وطرح السلع لتحقيق التوازن وعدم السماح بزيادة الأسعار وغلق الأبواب على أي تلعب نعم تعرف حضرتك بعد إذنك سيت المستشار تبتكلم على يعني أنا بحكي لك التجربة الشخصية دواء إنتاج 20-22 هيخلص كمان كم شهر سعره اتضرب في عشر ده من ضمن التخزين اللي حضرتك بتقوله بالتأكيد فندم يعني لارتفاع السعر بالتأكيد يعني ممارسات طبعا يعني ممارسات ضرر بالأسواق ولذلك الدولة هذا هو هدف الدولة وهذا هو مضمون توجهات في خمس سيد رئيس الجمهورية تكوين المخزون الاستراتيجي الذي يمكن الدولة من القضاء على تلك الممارسات مستقبلا إن شاء الله آخر إفراجات كانت عن إيه يا فندم من السلع الإفراجات يا فندم عن السلع كانت يعني إفراجات الجمركية الإفراجات الجمركية تم يعني حتى 22 إبريل الماضي تضمنت الإفراجات مواد بترولية وأصناف استراتيجية من الأغذية أصناف عديدة سواء كنا بنتكلم على أعلاف أدوية الأرز الأسماك الأسمدة التقاول والبزور الزراعية العدس الأمح يعني العديد من السلع الغذائية الأساسية لأنه الدولة أعلنت منذ البداية أنه سيكون هناك أولوية للتوفير للإحتياجات الأساسية للمواطن من سلع غذائية أدوية أعلاف ومستلزمات إنتاج فخلال الفترة الماضية كانت هناك العديد من هذه السلع التي تم الإفراج عنها من الجمرك المصرية ودولة رئيس الوزراء ذكر في تصريح سابق أنه تم الإفراج خلال الفترة الماضية عن أكثر من 8 مليار دولار من السلع من الجمرك المصرية هو بالفعل علشان أبقى يعني يندي الحق لإصحابه وما نبخصش حق حد في سلع أسعارها قلت بعد الإفراجات دي يا فندم وبعد الوفرة الدولارية التي أمر بها السيادة الرئيس تكون موجودة معنا كده أننا ننتظر تغفضات أخرى وانخفاضات أخرى في الأسعار للسلع؟ بالتأكيد يا فندم يعني مبدئياً خليني حضراتك نقول أنه الأسعار السلع بتنخفض تدريجياً على سبيل المثال قبل العيد الفتر المبارك خلال عيد الفتر سلال شهر رمضان المعظم انخفضت أسعار السلع نتيجة انخفاض سعر الدولار والقضاء على السوق الموازية وانخفاض السعر كما تعلمين حضرتك أنه القطاع الخاص كان بيحسب أسعار السلع على أساس سعر السوق الموازية لكن القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف أدى لانخفاض نسبة للسلع خلال شهر رمضان ما بين 15 إلى 20% عقب شهر رمضان ومن خلال الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية والتحاد الستمعات انخفضت الأسعار إلى حوالي 30% طبعاً لازم نوضح حضرتك للمواطنين أنه الانخفاض هو انخفاض تدريجي بمعنى أنه على مستوى أسعار التجزئة انخفضت بالفعل الأسعار إلى حوالي 30 إلى 40% على مستوى أسعار الجملة من 30 إلى 40% على مستوى أسعار التجزئة انخفضت الأسعار ما بين 15 إلى 35% لو هنتكلم في المتوسط أن الانخفاضات السلع الأساسية كانت في أسعار التجزئة حوالي 27% في كافة أسعار السلع كانت حوالي 22% هذه الانخفاضات بتحدث بصورة تدريجية وتحدث حالياً على مستوى السلاسل التجارية المحل البقالة الصغيرة إن شاء الله ستشهد المزيد من الانخفاضات هي الأخرى خلال فترة مقبلة بما ينعكس على الأسعار السلع يعني الانخفاض بيحصل بصورة تدريجية يعني معنى كده إنه في انخفاض آخر قادم وإن كانت حوالي تدريجي إن شاء الله تندريجية يعني أسعار الجملة انخفضت من 30 إلى 40% فبالتالي سنشهد المزيد من العكاس تلك الانخفاضات على أسعار التجزئة خلال فترة مقبلة سيد المستشار بعد إذن حضرتك كامالي رئيس الوزراء قال حنتخذ إجراءات مصدرة السلع الموجودة في الجمارك لصالح الدولة ليه الناس اللي ليها بضاعة كانت موجودة ما خدتهاش في الحقيقة فندم يعني طبعاً أحد الأسباب للأسف الشديد التي تم رصدها بمجرد توفير السيولة الدولارية وبدأ عملية الإفراج هو وجود عدد ضخم أو كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها وقيل إنه حسب أحد التأديرات إنه هذا السبب يعود إلى إنه كما تعلمين حضرتك الإفراج عن السلع مرتبط بسعر الدولار فبالتالي بعض التجار منتظرين للمزيد من انخفاض سعر الدولار حتى يتسنى لهم الإفراج عن السلع بسعر أرخى وبالتالي يعني الانخفاض عن السلع بسعر الدولار أرخص هو يعني وسيلة لتحقيق المزيد من المكاسف فبالتالي هذا الأمر يعني يعكس نوع من الاستغلال وبناء على ما أفدت به الجمارك من إنهاء إجراءات تلك السلع وعلى ضوء همية توفير السلع في الأسواق يعني وجه دولة رئيس الوزراء لتطبيق القرارات اللازمة في هذا الشأن بمعنى أنه طبقا للقواعد والقانون المعمول به في حالة ترك السلع في الجمارك دون سبب بعد انتهاء إجراءات الإفراج الجمركي لمدة شهرين بيبدأ عملية تحويل السلع إلى المهمل وبالتالي بيتم يحق للجمارك بيعها بصورة عالمية في هذه الحالة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية واختار مالك السلع بطبيعة الحالة تدهم فرصة إديه فن؟ طبقا للقانون يا فندم عملية تحويل إلى المهمل والمصادرة السلع وبيعها بتأخذ شهرين شهرين؟ شهرين دول بدأوا ولا إيسا حيبدأوا؟ كما أوضحت الجمارك أنه في حالة وجود بضائع مهملة بدأوا بالفعل في توجيه تلك الإنذارات لأصحاب السلع يعني الجمارك بدأت بالفعل يا فندم أصل هو الغريب في الموضوع لو هما مستنيين الدولار يرخص أو يقل أو ينقفض تم هما بيدفعوا أرضيات بيدفعوا أرضيات وفي نفس الوقت هذا الأمر غير مبرر لأنه كما ذكرت حديكم بيدفعوا أرضيات وبيدفعوا أي تكاليف أخرى خاصة بالشركات النقلة وخلافه فبالتالي هذا الأمر غير مبرر إذا كان لديهم الرغبة في الإفراج عن السلع فبيتم إمهالهم فرصة الشهرين للإفراج عن السلع وإلا فسيتم تطبيق القانون وهنا في نقطة مهمة برضو نحب أن نحن نوضحها يا فندم أنه الدولة كانت حريصة على التجار وحريصة على القطاع الخاص خلال الأزمة الدولارية ومنعت تطبيق تلك الإجراءات لأنها كانت تعلم أنه القطاع الخاص معزور في توفير السيولة الدولارية وبالتالي الدولة راعت التجار وراعت المستوردين لكن بعد انتهاء الأزمة كان من الطبيعي العودة لتطبيق الإجراءات الخاصة بالمهمة المرة أخرى نوعية البضائع اللي هيتم اتخاذ هذا الإجراء تجاهها يا فندم نوعية البضائع يا فندم هي نفس السلع اللي أشارنا إليها هي سلع مختلفة بتتنوع ما بين السلع الغذائية ومستلزمات إنتاج ومختلف السلع بين يعني فيها مواد غذائية ومستلزمات إنتاج بالضبط يا فندم لأنه كمان في نقطة مهمة أنه في حالة السلع الغذائية الجمارك بتقوم بطبيعة الحل لابد أنه في حالة عدم استلامها أنه لابد أنه بيتم بيعها وإلا ستخسر يعني ستتلف السلع بطبيعة الحل نعم شكرك فندم شكرا جزيلا سيدة المستشار محمد الحموصاني المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء دايما بورس عيد يعني كده بتقودنا وتتصدر المشهد يعني لازم أحييهم الحقيقة برافو تحية الأجمل شكرا